أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطرع الفجر أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل رمضان إلى ليلة عظيمة نحن لا نجزم ليلة القدر أي ليلة هي لكن هذه الليلة أكثر ما يرجى أن تكون فيه بحسب النصوص حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقسم على أن ليلة 27 ويقول بالعلامة تطلع الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء لا شععالها ليلة القدر ليلة القدر هذه الفرصة الذهبية الفرصة العظيمة يا أيها الإخوة والأخوات إذا كانت ليلة القدر خير من ألف شهر والليلة الآن في الصيف الليل من المغرب إلى الفجر تقريباً عشر ساعات عشر ساعات معناها الساعة من ليلة القدر الساعة الواحدة من ليلة القدر خير من مئة شهر لأن ليلة القدر خير من ألف شهر والليلة الآن عشر ساعات معناها الساعة الواحدة أعظم العبادة فيها من العبادة في مئة شهر الساعة الواحدة مئة شهر كم سنة؟ ثمان سنوات فاصلة ثلاثة تخيلوا يا أيها المسلمون يا أيها الأحبة يا أيها الصائمون أن ساعة واحدة من ليلة القدر الآن في الليل الذي طوله عشر ساعات العبادة فيها من صلاة أو دعاء أو قراءة قرآن اعتكاف أن الساعة فيه منها بأعظم وأكثر من مئة شهر من ثمان سنين وثلث سنة ما أعظمه ما أعظم فضله سبحانه ذو الفضل العظيم يعني أعطانا أعطانا فرص وأعطانا أعطانا من هذه الأنواع من الغنائم والله الشي شي يعني لا يخطر بالبال فضل عظيم مضاعفته كرمه إحسانه إلى عباده إتاحت الفرصة لهم ليلة عظيمة ولذلك كان فيها الصالحون والمشمرون النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو قام بهم يعني قام ليلة 23 و 25 27 قالوا خشين أن يفوتنا الفلاح أطوى القيام عنده عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يتأسى بالسنة ما كان طول التراويح الصلاة الليل جماعة عنده عليه الصلاة والسلام سواء لا كان لما صلى بالصحابة ليالي معينة من رمضان ثم ترك خشة أن تفرض عليهم كان قيامه ليلة 27 أطول قيام في رمضان كله وفي العشر كلها ليلة 27 يا أيها المسلمون من يصب هذه الليلة أصاب خيرا عظيما فيها يفتح الباب ويقرب الأحباب وتغفر الذنوب والسيئات والله ذكر لأولي الألباب تنزل المغفرة والرحمات قيامها سبب لمغفرة ما تقدم من المعاصي والسيئات هذه الليلة هذه الليلة يشتهيها ويتمناها العباد فهي أمنية الطائعين وأمل التائبين هذه ليلة القدر الله خصها بخصائص أنزل الله القرآن فيها جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بعد ذلك ثانيا وصفها بأنها خير من ألف شهر فالعمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها ثالثا وصفها بأنها مباركة فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم رابعا أن الملائكة ورئيسهم جبريل وهو الروح ينزلون فيها من السماء إلى الأرض تنزل الملائكة والروح جبريل عليه السلام فيها في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر سلام خامسا أنها سلام حتى الفجر قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر سالم من الشرور سلام من السلام على عباده خير لا شر فيه سادسا فيها يفرق كل أمر حكيم أنت لو أصبت دعوة بدعوة أصبت ليلة القدر ترى ليلة القدر تقسم فيها الأرزاق والأعمار وتنقل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة والملائكة تكتب عندها في صحفها السنة هذه القادمة من من الأحياء ومن من الأموات ومن من الناجين ومن من الهالكين ومن من السعداء ومن من الأشقياء ومن من الأعزاء ومن من الأذلاء والجدب والقحط والغنى والفقر والصحة والمرض والولد والعكم هل الآن هذه يكتب فيها كل شيء في هذه الليلة تنقل من اللوح المحفوظ ينقل إلى صحف الملائكة والملائكة تكتب عندها ويرون فلان يمشي الآن وهو عندهم من الأموات يعني مكتوب السنة هذه سيموت وفلان يحيى وفلان يمرض وفلان يشفع وفلان يفتقر وفلان يغتني أقدار سابعا من مزاياها أن الله يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا كما جاء في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا بالذي شرعها وقدرها وجعلها واحتسابا للأجر والثواب عنده وطلبا لمغفرته ورحمته في هذه الليلة والظاهر من كلام الشراح أن الحديث لا ينطبق إلا على من قام الليلة هذه أو أكثرها قالوا من قام ليلة القدر يعني قامها كلها أو قام أكثرها ولذلك لو أخذت زادك يا أخي وذهبت المغرب أو يعني على الأقل أفطرت تعشيت وذهبت للمسجد وما تطلع إلا الفجر أو قبيل الفجر للسحور وإنت في المسجد من بعد الإفطار إلى السحور يعني مشروع والله يا جماعة الليلة هذه فيها مشروع مشروع عظيم الليلة 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 مشروع عظيم الواحد يأخذ يعني نفسه إلى المسجد ويجلس يعني الآن لو صلى المغرب وأفطر وتعشى يجلس إلى الفجر إلى وقت السحور مغنم الليلة مغنم استنفار استنفار الليلة استنفار خلص أترك الأشغال وأترك الأعمال وأترك الأصحاب وأترك أترك كل الشاشات وكل إنشغل فقط الليلة هذه يعني لأنه هي أرجى واحدة نحن ما نقطع لكن هذه أرجى شيء أرجى ما تكون ليلة 27 أرجى ما تكون فبما أن النسبة أعلى ما تكون دعونا نكون أحسن ما نكون ولتكن هذه أحسن ليلة في العام عندنا لتكن عبادة فيها أحسن عبادة في العام لتكن الصلاة فيها أطول صلاة ليكن كلها قراءة قرآن وذكر ودعاء لتكن لم لا يا جماعة والله الأمر يستحق ويستاهل يستاهل يعني على ساعة أحسن من أفضل من ثماني سنوات الليلة هذه الليلة أفضل من ألف شهر يعني من ثلاثة وثمانين سنة يعني أنت تقوم ليلة تعبد الله فيها كأنك عبدت كأن واحد رجل معمر عبد الله طيلة عمره ليلا بثلاثة وثمانين سنة بأكثر من ثمانين سنة أكثر من ثمانين سنة يعني عمره رجل معمر عمره رجل معمر أقسم لا أقسم ألف شهر على اثناش يطلع لك عدد السنوات ثلاثة وثمانين أنت أنت تخيل يعني عشر ساعات أنت واحد يعبد له عشر ساعات كأنه عبد ثلاثة وثمانين سنة ثلاثة وثمانين هذا عمر كامل هذا عمر كامل لرجل معمر وأعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك يا إخواني يا أخواتي ألم ينزل الله سورة خاصة لأجلها والقرآن مية وأربعة عشر سورة سورة خاصة لأجل الليلة هذه اسمها سورة القدر وليس فقط فيها موجودة في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة وفيها يفرق كل أمر حكيم يعني معناها وأكثر من سورة وكل شيء في رمضان يشملها وفضل رمضان يشملها وهي عنوانه وهي أبرز شيء فيه وأفضل شيء فيه والله شرف شرف الليلة عظيم أنزل الله فيها سورة وعظم قدرها إنه اسمها ليلة القدر لأنها ذات قدر وشرف وعظمه ومكانه لأنه تقدر فيها الأقدار وتنقل إلى صحف الملائكة أصلاً ربنا قال وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك تنويهاً بشأنها وإظهاراً لعظمتها وبياناً لفضلها وترغيباً في القيام فيها والعمل وابتغاء وجه الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمس هذه الليلة ويتحراها حرصاً منه وهو قدوة للأمة تحرى هذه ذات قدر لأن القرآن نزل فيها لأن الملائكة تنزل فيها لأن البركة والرحمة والمغفرة ما ينزل من السماء مثلها ولا يصعد إلى الله عمل صالح على مدار العام مثلها من الاجتهادات العباد ناس عايشين وننتظر سنة كاملة ينتظرون هذه الليلة سنة كاملة يحيونها قد تواترت الأحاديث أنها في العشر الأواخر والأوتار آكد وآكدها سبع عشرين هي في الوتر من العشر الأواخر قال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وهي في السبع الأواخر أقرب لحديث فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه وقال التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي رواه مسلم والأوتار آكدها وليلة سبع عشرين آكدها وأبي بن كعب كان يقول والله إني لا أعلمها هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين رواه مسلم أبو ذر يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلاث الليل الأول ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم لسه لسه ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم فقمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى أصبح بعين سكر ما قال إنها وراءك يعني أمامكم يعني ستأتي ما قال كذلك الحديث رواه أحمد وسنده صحيح طيب ليلة القدر تتنقل ممكن تكون في عام ليلة 21 أو ليلة 23 ليلة 27 ليلة 25 ليلة 29 آخر ليلة من رمضان طبعا لمشيئة الله وحكمته لكن أكثر ما تكون ليلة 27 ولذلك لازم نتحرى فيها ما لا نتحرى في غيرها ونعبد فيها ما لا نعبد في غيرها ونشتهد فيها ما لا نشتهد في غيرها وهذا الإخفاء لأجل الزيادة أنت لما تعبد ليلة 21 23 23 24 هذه بلاش أليس لها أجر وفضل واحدة منها هي اللي يعني 83 سنة ذكروا دعاء وحتى لو كانت المرأة حائض تصيب ليلة القدر بدعائها وذكرها وقراءة القرآن من حفظها وتدبرها وتفكرها المناجاة لله يفعلها الطاهر على طهارة والذي على غير طهارة مناجاة مناجاة الحاح نداء إذ نادى ربه نداء خفية تضرع تضرع يعني دعاء مع خشية هذه من عبادات حتى لو كانت حائضا من حرص على الشيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه الناس ينشغلون بالعلامات طيب هو الأهم من الانشغال بالعلامات التعبد نفسه طيب العالمات طيب الشمس تطلع صبيحتها لا شعالها لكن هذه بعد ما تنقضي وبعد ما تنتهي ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة ليلة طلقة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة قال شيخ الإسلام هي ساكنة لا قوية الحر ولا قوية البرد وضيئة مضيئة جاء بسند حسن عند الطبران ليلة القدر ليلة بليجة يعني مضيئة منيرة قد يرى بعض الناس بعض العلامات قد يروا بعضهم يرى أنواراً لكن ما هو كل الناس بعضهم قد يراها في منامه أنه هي الليلة ولا ليلة أخرى لكن ما هو كل الناس فما بقي أمامنا إلا الاجتهاد طبعاً دعكم العلامات التي لا تثبت لا تنبح فيها الكلاب لا ينزل فيها مطر لا لا كذا ليس بصحيح الاجتهاد 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 الإخلاص 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 ترى لو أنت ما علمت أي ليلة وأصبتها تكتب لك يعني افترض واحد ما عرف أي ليلة ولكن اجتهت في العشر كلها خلاص تكتب له أفضل دعاء فيها يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها شوف الحرص قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فأمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال في معنى عظيم تجتهد وتقول أعف عني تعبد وتقول أعف عني تقوم الليل وتقول أعف عني وتذكر الله وتقول أعف عني وتدعو وتقول أعف عني تناجي وتبتهل وتتطرع وتسأل وتخشى وتبكي وتدمع عينك وتقول أعف عني لكن مهما عملنا ما وفيناه حقه ولا نعمة من نعمه فما لحل إلا العمل والاستغفار من التقصير العبادة وسؤال الله العفو وصل هذا المعنى يا إخواني هذا المعنى أنه ما عندنا نحن الآن أمام نعم الله والذي كلفنا به ما عندنا حل إلا الاجتهاد في العبادة وسؤال الله العفو الاجتهاد في العبادة والاستغفار من التقصير هذا معنى مهم جدا في التعبد بيننا وبينه سبحانه هذه من أسرار الشريعة والعبادة العبادة فيها أسرار تتبين لمن تأمل فيها فيرجع حتى العابد إلى عفوه يسأله كحال المذنبين المقصرين يقول اعفو عني وهو ماذا يفعل معتكيف قائم يتلو كتابه يدعوه ويقول اعفو عني من أصاب فضلها من أصابها أصاب من حرم خيرها فقد حرم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يجعلنا ممن أصاب ليلة القدر وأن يجزينا الجزاء الأوفى اللهم لا فضل إلا فضلك وأنت ذو الفضل العظيم فتفضل علينا بالعتق من النار وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك